شفنا في الجزء السبعتاشر ازاي الزابط كان خايف من كرمة كريالايسون كريالايسون اللي بيقولوها العباء الكعنى وقال لهم بصوت كبير كريالايسون كريالايسون تاني كفياكم ما الراجل مات خلاص المهم هنشوف بقى في الجزء التمنتاشر امونا لقى سيدة روس بيكمل اللي قاله هسيبلكو لينكات بتاعة الاجزاء السبعتاشر اللي فاتوا في الوصف وفي التعليقات كان فيها بيتكلم ابونا ابراهيم عبدو وابونا جوريس باسيلي وابونا لقى سيدة روس عن سكرياتهم في السجن ايام السادات نيجي بقى للجزء التمنتاشر اليوم بيتكلم فيه عن روح المرحة فبيقول ابونا لقى سيدة روس من انعامات الله علي والتي لم انساها انه كان قد غمراني في اثناء مدة السجن بروح مرح وكنت قد القيت رجائي على الله وحسبته انه شرف عظيم ان ينال الانسان شيئا من الالام من اجل الاسم المبارك فكنت دائما فيه بشاشة وكنت لقى اطيق انعرى احد احباء المسجونين معي في ضيق فكان رب يعطيني ما اعزيه به وافرج عنه بكلمة حياة وتشجيع ولكن يبدو ان هذا الامر كان مرصودا ومراقبا لا سيما هذا السلوك المرح ويبدو انه لم يكن مرضيا عنه من المسؤولين وقد علمت هذا حينما جاءني احد احبائي لزيارتي وهو رجل مستشار ومسؤول وحكيم وعلى علاقة طيبة جدا بكبار المسؤولين جلس معي وهو يحبني جدا قال لي كيف الحال قلت له شاكرا الله الحمد لله على ما يراه فقال لي انا شايف انك بتعيش بروح عالية وانك كسير المرح وكسير الضحك قلت له نعم اشكر الله وكذلك قال لي ولادك في الخارج تعبنين ومحتاجين وجودك معاهم قلت ربنا يحفظهم ويطمن عليهم قال لي ارجو ان تسمع لي انت تعرف مقدار حبي لك قلت له انا واثق في الكلام ده اكيد قال لي الحقيقة انني علمت من مصادر اثق بها انه طالما انت بهذه الروح لن تخرج من السجن لانهم يودون ان يخفضوا من هذه الروح للجميع وانت رافع الروح المعنوية للكل وانا قعدك بنعمة الله ان خروجك يكون قريبا جدا اذا اظهرت هذا للمسؤولين قلت له ازاي يعني قال لي اكتب خطابا لزوجتك واولادك واظهر فيه مشاعر الالم من الحبس ومشاعر الضيق والتعب قلت له بعدين قال لي سيستلم المعمور هذا الخطاب مفتوحا ويوصله للسيدة زوجتك عن طريق المباحث وهم لما يقروا الكلام ده هيأتي لك الفرج سريعا قلت له وقد اخذاني العجب مين قال لك اني اريد ان اخرج او اني متلاهفة الخروج واريد وانا اتخلص هكذا من هذا الوضع مهما كانت الوسيلة ثم انني زي ما انت عارف عني انا ما بحبش الكذب فكيف اكذب واقول انني مقدر وتعبان ومداي الاخر هذه الامور قلت له يا صديقي صدقني امام ربنا ان سروري بيكمل حينما ارى كل واحد من الاباء والاخوة المسجونين مبتسما وضاحقا ومتعزيا وانا اود ان اكون اخر مسجون يخرج وهو مبتسر ويكون سروري اعظم ان كنت انا اخر واحد قال لي يا ابي انا لا استطيع اكلم اكتر من هذا وقلبي معاك واللي سندك فيما مضى يكمل عمله معاك ولكن بامانتي وددت لو انقل لك وجهة نظر المسئولين شكرت له محبة وتعجبت من هذه السياسات الغريبة التي لا افهمها والامر العجيب انني بعد خروجي من السجن علمت ان احد الاحباء في الاسكندرية اللي هو المتنيح الاستاذ جز ميشيل كورولوس الجواهرجي قال له احد كبار المسئولين ان نادية زوجتي ممكن تكتب طالبا انها واولاد صاروا فيغاية التعب وأن الأطفال مرضوا نفسيا وإن وإن ولكن نادية رفضت هذا الكلام وقالت أن أبونا لما يطلع من السجن سوف يستاء من هذا الأمر ولم تفعله بل قالت الأولاد بخير إحنا محروصين بقوة الله وأبونا هيخرج عندما يأذن الله بذلك ست فاضلة فعلا وهو عب كاهن فاضل نيجي بقى لحكاية الأستاذ الدكتور ميلاد حن كان ينتمي في بداية الخمسينيات وهو شاب في مقتبع العمر إلى مجموعة الشباب التي في كنيسة الشهيد ماري جيرجس بجزيرة بدران وكان مرتبطا بالكنيسة غيورا مملوءا جرأة وحماسة وبحسب الجيل الذي عاش فيه كان متفتحا فكريا وكثير القراءة في الكتب التي كانت ترد إلى مصر في ذلك الحين فتأثر كثيرا بالفكر الاشتراكي وانخرط في العمل السياسي إلى جانب ترقيه في عمله الأساسي كمعيد في كلية الهندسة إلى أن صاره استاذا من جهابزة الهندسة في مصر وهو رجل نشيط مشهودا له من جميع الأوساط وكشخصية فزة مفكرة كان على صلة بمعظم قادة الفكر في البلد ومعظم رجال الدولة من وزراء مستشارين ومهندسين ومحامين ولهم مؤلفات سياسية ووطنية تحمل فكره وتظهر شخصيته وكان بتوالي السنين قد تغرب كثيرا عن الكنيسة ولم يعد لصيقا بها أو قريبا منها فعلى مستوى العبادة اكتفى ببعض المناسبات وعلى مستوى أباء الكنيسة صار ليس على علاقة قريبة بأحدث من القيادات سواء البابا البطريارك أو لصقفة أو الكعنة وقد أشيح حول رجل كلام كثير أنه شيوعي وأنه ملحد وأنه لا يؤمن بالشيء ولا يحترم شيء كان من أول الذين قبض عليهم في 3 سبتمبر ولكن لم يلحقوه بسجن مزعبل مع باقي السياسيين مثل حسنين هيكل وعبد العظيم أبو العطى وباقي السياسيين الذين قبضوا عليهم بل جعلوه هو وسامير تدرس الصحفي مع الأباء الكهنة وباقي المسيحيين في سجن المر وكان يقول وهو في زنزانته لزميله سامير يا سامير لقد قصموا مصر لأنهم حتى في السجن فرقونا ليس من جهة الهوية السياسية بل من جهة العقيدة الدينية وهكذا بعد طول غياب وبدون مقدم وجد الدكتور ميلاد حنى نفسه عائشا مسجونا مع هذا العدد من الأصقفة والكهنة يحيا بينهم 24 ساعة في اليوم ولمدة يعلمها الله كان بعض الأباء على دراية بهذا التاريخ مثل الأب بيمين وأبونا بوليس باسيل والذي كان يتحدث من خلال سقب الباب الذي لزنزانته إلى الدكتور ميلاد حنى وهذا في الأيام الأولى من السجن حين كان كل شيء غامضا تماما ومن الحديث بينهم بدأ الكثير من الأباء والإخوة يتعرفون على ميلاد حنى وحين تكلم الرجل ظهر أنه وطني ثوري قوي الشخصية جزيل المعرفة وكان أبونا يوسف أسعد يصلي في أحيان كثيرة قطعا من القداس الإلهي بصوته الملائكي المعزي فكان الدكتور ميلاد يبكي بدموع وهو يستمع لقد هبت الريح الدافئة فأذابت قليلا من السلج تراقب مع أيام الاغتراب ولكن الشمس في حرارتها لا تعمل حسابا لمثل هذه البرودة فهي منقشعة إن أرادت وإن لم ترد ولا خيار كان لي مع الرجل أوقات كثيرة قضيناها معا تكلمنا في كل شيء وبالأقصر من جهة الحياة في المسيح وكان رجل محبا للمسيح فعلا بالقلب بل بكل القلب وكانت قد حدثت مشادة كلامية في الأيام الأولى بينه وبين أحد الأباء الأسقف وكانت النفوس في ضيقة شديدة وقتها وقد استصمر عدو الخير ذلك لحسابه حتى قصر الكلام بل احتداد بل قيلت بعض الألفاظ التي لا طليق يومها حذر الأب الأسقف الجميع من التعامل مع الدكتور ميلاد لأنه رجل شيوعي فاحتد الدكتور ميلاد في الحديث مع الأب الأسقف ولكن مع الأيام زالت حدة هذا الخلاف وقد وجدت في الدكتور ميلاد مع العشرة وقصرة الأيام وجدت فيه رجلا مسيحيا غيورا متفاهما وعندما عاشر الأباء وخالطهم في تلك الحياة التي عشناها مشتركة في كل شيء صار له دراية بما يجري داخل الكنيسة ولا سيامة في قياداتها ولكن قد أفادته هذه الخبرة بالأقصر من جهة رجوع للتلزس بالصلاة والتمتع بالإنجيل والتشوق لحياة الكدسين وسيرتهم العاطرة وبعد مقتل السادات رحلوا الدكتور ميلاد حنة وسامير تدرس لسجن أبو زعبر والحقوب بزملاء السياسيين وهناك قضى وقتا طيبا بين زملاء لا سيامة أنهم كانوا ينعمون لو صح القول بحال أفضل من جهة أمور المعيشة من أكل يأتيهم من منازلهم وراحة من أجهة المكان الأنظف وحتى الجرائد ووسائل الإعلام كانت متاحة لهم على عكس ما كنا نعيش فيه من تعمية كاملة محاطين بأكذيب وإشاعات وبعد أيام أفرجوا عنه ضمن السياسيين وذهب يومها لمقابلة الرئيس حسني مبارك ثم بعد سنة وسنتين صار عضوا بمجلس الشعب ثم رئيسا للجنة الإسكان في مجلس الشعب وكان ضمن أعضاء هذه اللجنة خمسة من الوزراء فلما تقابلنا كنا نضحك على الأيام وكيف تنقلب الدوائر ولكني كنت أقول له في الحقيقة لابد لنا أن ندرك أن هذه طبيعة العالم الذي نعيش فيه أعلى وأسفل صبح وليل شباب وشيخوخة وقد يحصل للإنسان النقيدان في زمن قليل فهو عالم متغير خال من الحق إلى هنا انتهى الجزء الثمنتاشر وإن شاء الله في الجزء التسعتاشر هنشوف ذكريات أخرى في الجزء التسعتاشر لأبونا لو أسيدا روس مع رئيس مصلحة السجون لأبونا لو أسفل